اشتركوا في القناة ومتابعة صاحب السمو الملكين امير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا على همية المرحلة المقبلة من المسيرة الديمقراطية الوطنية مع قرب الانتخابات النيابية والبلدية ثم عرب المجلس عن تهنيه إلى صاحب الجلالة المالك شارلز الثالث مالك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندا الشمالية رئيس الكومنولث بمناسبة اعتلاء جلالته عرش المملكة المتحدة وخالص تمنياته له بالتوفيق في مواصلة مسيرة التقدم والتطور في المملكة المتحدة مستذكرا بالتقدير اسامات صاحبة الجلالة المالكة اليزابيث الثانية من اجل تقدم بلدها وتحقيق تطلعات شعبها ودورها في دعم وتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بعد ذلك قرر المجلس مايلي اولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشان مشروع مرسوم بقانون بتعديل المدى الثالثة من المرسوم بقانون رقم 27 سنة 2002 بانشاء المحكمة الدستورية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وجمهورية تشيلي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشان مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشان الخدمات الجوية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رج الحكومة على أربع اختراحات برقبة مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن خطة تطوير مناطق العمرات السكنية بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في أعمال الدورة الثامنة والخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بجمهورية مصر العربية والمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وعمال الدورة الثلاثة والخمسين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزيارة وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية ومدير المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي وللعهد النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية للشئون الخاصة والرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية واجتماع الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة والمشاركة في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول مجلس التعاون والاجتماعات التحضيرية التي تسبقه وزيارة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وتقويم فعاليات مملكة البحرين للفترة من سبتمبر ولغاية ديسمبر 2022 نايني واشري